السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايبي بدنا الراجع إن شاء الله مع بعض مادة التربية الإسلامية اللي تاب على الامتحان الأول نبدأ مع بعض من الدرس الأول الرحيم هو اسم من أسماء الله تعالى ويعني أن الله تعالى يعطف ويحنو على عباده الرحيم اسم من أسماء الله تعالى يعني أن الله تعالى يعطف ويحنو على عباده الآن حكينا مع بعض من الأمثلة على رحمة الله تعالى بعباده من الأمثلة على رحمة الله تعالى فينا إحنا البشر انزال الغيث مثلا وشفاء المريض هاي من الأمثلة على رحمة الله عز وجل فينا انزال الغيث وشفاء المريض ثلاث الغار الذي كان يذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ليتفكر في أحوال الدنيا وحال قومه هو غار حراء غار حراء وهو موجود بمكة المكرمة انتبهوا معي يا ثالث الغار الذي كان يذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ليتفكر في خلق الكون هو غار حراء غار حراء طبعا مثل هيك نقطة ممكن يجيك عليها سؤالين مثلا إما أنه الغار الذي كان يذهب إليه الرسول بمكة ليتفكر هو غار شو اسمه أو أنه ممكن نحكي يوجد غار حراء في مكة المكرمة أربعة الوحي هو جبريل عليه السلام والوحي الثالث هو ملك هو ملك مخلوق من نور يرسله الله عز وجل برسائل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الوحي هو جبريل عليه السلام وهو ملاك هو ملاك مخلوق من نور مخلوق من نور الملائكة خلقت من نور يا ثالث النور يعني الضوء خمسة بدأ نزول الوحي على النبي في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك إذن بدأ نزول الوحي على النبي في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان في غار حراء ستة بدأ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن الأربعين كان في عمر الأربعين لما بدأ نزول الوحي عليه عليه السلام في سن الأربعين طبعا أول ما نزل من القرآن الكريم آية اقرأ باسم ربك الذي خلق الآن هي من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآية أول ما نزل من القرآن الكريم وهي من سورة العلق طبعا مش بسية نزلهم مجموعة آيات مع بعض هي من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الآن في عنا حاول أبو جهل منع المسلمين من إقامة الصلاة وفعل الخير من إقامة الصلاة طبعا هو حاول الكفار وعلى رأسهم أبو جهل منع الرسول والمسلمين من إقامة الصلاة تمام يا ثالث الآن هيك بنكون أنهينا النقاط اللي بنقدر نلخصها بهذه الطريقة هسا في أشياء ثالث ما بنقدر أن نلخصها ولكن هي طبعا أكيد ممكن أن يجي عليها أسئلة أكيد يعني مثلا في عندي بسورة العلاق في عندي سلس معاني هذول طبعا سورة العلاق واحد من علاق معناها من قطع الدم من علاق معناها من قطع الدم لا يطغى أي ليتكبر ويظلم لا يطغى يعني يتكبر ويظلم عفوا أن رآه استغنى أي رآ نفسه غنيا بماله هنا بدنا نرجع نحفظ المعاني الثلاث هذول الآن انتبهوا معي الثالث في عنا بملخص الدرس بحكينا أنه مفهوم الآيات أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بطلب العلم ونهاهم عن التكبر والظلم في حال القوة والغنى لأنهم سيرجعون إليه ويحاسبهم على أعمالهم هنا مثلا بقدر أجيب لكم سؤال أنه من الأمور التي دعت إليها سورة العلاق طلب العلم من الأمور التي دعت إليها سورة العلاق طلب العلم كمان يحاسب الله عز وجل المؤمنين أو البشر على أعمالهم يوم القيامة مثلا ممكن أجيب لكم هاي المعلومات فمثل هيك معلومات يا ثالث ما بتتلخص ولكنه منفهمها فهم منفهمها فهم في عندي هون يا ثالث الجزء الثاني من سورة العلاق المعاني الثلاث هذول معاني سهلات وحلوات تولى بمعنى أعرضة فليدعو نادية يعني فليطلب مساعدة صحبته الزبانية اللي هم ملائكة العذاب ملائكة العذاب برضو هذول الثلاث حفظ يا ثالث حفظ شوفوا هون شو بيحكوا لنا بتلخيص الدرس أراد الكفار وعلى رأسهم أبو جهل منع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إقامة الصلاة هيكنا ملخصينها وصدهم عن عمل الخير الآن هؤلاء الكفار سينالون العذاب الشديد يوم القيامة ولا ينفعهم يوم القيامة طلب العون والمساعدة من أصحابهم في الدنيا الآن الأمور هون يعني هي فهم مثلا زي ما حكيت لكم ممكن أجيب لكم أنه يوم القيامة سيطبق على الكفار مثلا عذاب شديد أو يحاسب الله عز وجل من حاول منع المسلمين من إقامة الصلاة مثلا هاي المعلومات ممكن أني أجيبها على هذا السبيل تمام يا ثالث ولكن هي مش نقطة بقدر أخصلكم إياها وبهيك بنكون أنهينا يا ثالث يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق يا حبايبي بتمنى أنه يكون الفيديو أفاتكم وراجع لكم المادة يعطيكم ألف عافية شكرا شكرا